أقدت وزارة الموارد المائية والرأي اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً وفي بيان لها أوضحت الوزارة أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتة لمحطة معالجة المياه بالحمام وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات تنفيذ لإنهاء المشروع في مواعيده المحددة وأنه من المتوقع لانتهاء من محطة المعالجة خلال عام كما لفت البيان إلى انتهاء 22% من الأعمال المستهدفة بالمشروع